السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديدو صمدي هالنهار ان شاء الله نقدموح الحلقة ديال واحد اخطاء اللي هي سبعة الحقيقة هي سبعة اخطاء تؤدي الى فشل مشروع تربية الارانيب اذا اول خطأ وهو عدم تحصين الارانيب من التسمم الدموي والتسمم المعوي التسمم الدموي كما اصبقت اشارة انني احضرت عليه واحد كزاف ديال الفيديويات وهو فيوني بخافاك وهي واحد اللي يبرع اللي ممكن ممكن اننا الى ما عطينا هاش الارانيب ديالنا ممكن انهم يموتوا لان هذا التسمم الدموي اه ضروري كيجي مرة في العام اه الشهور اللي كيجي فيها كان ثلاثة ستة وتسعود هدو معروفين بالتسمم الدموي اذا ضروري من تحصين ضد التسمم الدموي والتسمم المعوي التسمم المعوي ممكن انكم ديروا واحد دوار رخيص كدير عشرة دلائم اه اسميتو اه هيبا غينول اذا هذا هو يعني الخطأ الاول وهو عدم التحصين ضروري اننا نحسنه لانا نبديه هنا من الامراض اللي ممكن ديهم على طول السنة اذا ادي رقم واحد رقم اثنان وهو اه الفرحة ديل المربي اسمو كدير كتخلي انه يتكلم كتجعلو انه يتكلم على ديك المشروع على ديك النجاح ديل المشروع مع ناس اخرين اه ممكن اه يعني الحماسة ديلو انه يجيب انه يجيبش واحد يعني غريب ويدخلو على الارانيب ديولو ممكن انه الأرنب يقولون أن يتصابوا بالعين وإنما الأرنب يخاف من الغريب يخاف منه من رأيها دياله ولو يكون في قلبه الرحمة ولو يكون طفل صغير طفل صغير لن تقولون أنه لا يريد شي عين ولكن هما الأرنب يخافون من الغريب أي شخص غريب يخافون منه أي إن كان يخافون من المشيئ دياله من الرائحة دياله من الصوت دياله كي تبدل اليوم الصوت ديال المربي ديالهم صفي كي يتلفوا كي بدوا يموتوا يعني واحدة والآخر إذن هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة وهي طريقة التعامل مع الأمهات فإذا كان المربي لا يعرف طريقة الجص من الأحسن لا يقوم بهذه العملية لأنه يمكن أنه يقتل الأجنة بالضغط عليهم الضغط الخطأ يعني ما غديش يعرف اللهم زوجوا الأرنب ديالكم وما تقوموش بعملية ديال الجص إذن هذه رقم ثلاثة رقم ربعة وهو نقوله كانت واحد الأرنب عندنا حاملة وعطاها المربي للذكر وأنها تزاوج مرة أخرى يعني اسمه سيحدث سيحدث وحد الخلل في الحساب بحيث أن الأرنب سيطرمي الأجنة ديالها باش تستاعد الحمل الثاني يعني إلى المربي بقى كي ديالها طريقة هذي بزرق المرات ما غديش يفهم هو كي يعلاش ما كي تصدقلوش التربية وهي خطأ في التدفير يعني يخص المربي يكون فاهم أش كي يدير إذن هذه نقطة نقطة أخرى وهو في عملية تزاوج يجب على المربي يحضر الأنثة للذكر وليس العكس لأن الظكر كي يقوم برش السائل المنوي دياله في المكان وكل رائحة قوية أكثر يعني ممكن أنها تأثر على الأنثة أكثر وتجعلها تطيع وتستجيب لها إذن هذه النقطة نقطة أخرى لا يجب أن يكون ذكرين فتاتا ذكرين بالغان في نفس المكان لأن سواء في الأقفاص يعني بحال هذا القفاص ديالها يعني عازل أنتما ذكر وإحسا هذا ذكر ولكن يعني عازل كل واحد بوحده كل واحد عنده البيس دياله بوحده سواء في الأقفاص سواء في التربية الأرضية هي غير أن يكون صغار مشي مشكي حد دوم يوصل ثلاث شهر ضروري عملية العزل والفصل إذا مشيت وخليت جوج غير نب في نفس القاطع كون المتأكدين أن هذه خطأ كبير كيوقعوا فيه غالبية المربين إذا سابع نقطة وهي الأخيرة إن شاء الله لا يجب مزاوجة الإخوة لماذا؟ لأن شحام وحد في الكومنتين قالوا لي راح نزوج الإخوة وما لدينا مشكل لولو فعلا وغادش يلقوت مشكل ولكن غدي يلاحظ في الخلفة اللي جايين أول حاجة ما كيعتوش العدد أول حاجة ثاني حاجة هدوك الخلفات ضروري ما كيحدث فيها تشوهات يعني لما نقول نوع دي التشوهات ولكن هدوك التشوهات كيخلي المربي كيولي ما ما قادرش يبيع ممكن أنه يبيع يديه السوق غدي يديه هو مثلا ناقص عنده ودان ولا ناقص عنده شي حاجة لا يسر مهم إحنا ما نعيبوش الحلقة دي الله ولكن شنو السابب لكي أدي لهادك يعني المشكل دي التشوهات الخلقية وهي مزاوجة الإخوة وكنوا متأكدين أن هالقضية دي المزاوجة الإخوة ويعني المشاكل اللي كتبرز عليها من بعد بسمك يوقع أنها كتولية وراثية يعني قاعدك للنس واتلي أنتوا مشدتوهم وزوجتوهم وكبرتو وانتوا أخرين وعطاوكم أو تاني وحدين أخرين يعني خلفات أخرين كتولي قضية وراثية يعني هذا خطأ هو شائع بالمربين ولكن في الحقيقة خطأ خطأ المربي يتجاوز إنها خطأ كبير كيولي عندك واحد القاطع يعني أنت هي كتقول علاش أنا بالذات اللي عندي تشويس خلق خلقية علاش أنا بالذات اللي ما عنديش يعني الأرنب كتجيب لي مثلا 16 ولا 14 ولا دي ما كتلقى ثلاثة جوج علاش هذا ناتج على مزاوجة الإخوة حاولوا أنكم تداركوا هذي السبع أخطاء كنظرنا أنا نلخصها في واحد يعني ما بغيش نطول عليكم فيديوها قصير ولكن راه هم مهمين ومهمين بزاف حاولوا تداركوهم لأن قداش مما كان يعني النجاح دي المشروع يعني كيفاش كيكون النجاح دي المشروع كيكون بالدكاء دي المربي وفيها بس أنكم تتفرجوا على الفيديويات سوى عندي سوى عند وحد آخر المهم أنكم تفهموا شنه هي التربية الأرانيب هي التربية الأرانيب سهلة ولكن يكون عندكم بعض المعلومات يعني كبداية على المشروع دي لكم كنظن أنني توفق أنني نشرح ملكم في هذا السبع الأخطاء الناس لي ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة قد يبدأ من دي لكم كنشكركم على التعاليق طيبة دي لكم وكان رحب بالتعاليق طيبة دي لكم النس لمازال ما شاركوش معنا يشاركو معنا إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله